الناس فعلا عندها شكوى من حتة ان هما مهما بيعملوا عشان جسمهم يحرق الدهون ما بتفحرقش ياخدوا ادوية مش كلها بتشتغل معا فيه ناس قراضي بتخاف من فكرة ان هي تاخد ادوية فتقولي ايه للناس دي ومبدئيا كمان عايزين نعرف الناس للي مش عارف ايه المقصود بجملة التمثيل الغذائي التمثيل الغذائي ده بتكون من 3 حاجات 60% ل70% هو التمثيل الغذائي عشان الاجهزة بتاعت الجسم تشتغل يعني حتى وانت نايم الاجهزة بتاعت القلب والرئة والمخ كل الدول بيشتغلوا دي بتمثل تخيل 70% من حرقنا باخد بالك بس تلعى تلعى الكتلة العضلية بتزاود جدا 70% دي ويه اللي بيزاود الكتلة العضلية كمية البوتين اللي بتاكلها شربك للمية حرقتك من 20% ل30% المجهود البدني وبنتكلم مجهود بدني ده مش معناه رياضة حركة حركة بركة يعني انا واحدة بتنظف وبتغسل وبتشوف ولادها وبتتحرك احسن من واحدة قاعدة عن مكتب 24 ساعة اه بلاس المجهود الرياضي اللي احنا بنستخدمه عشان اه 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 نزود به الكتلة العضلية اكتر لان فيه نوعين من الرياضة الرياضة الهوائية اللي جسمي فيه بينهج بعمق وحس بنهاجان ده في الجيم بقى اه ده في الجيم اللي هو زي الجيم بس برضه زي المشي والعوم دلوقتي في الصيف والعجل تمام بس المشي لحد ما انتي متقدريش تقولي جملة على بعضها لكن مشي البترينات ده اه ما بنوصل لهاش قوي يعني شو نبقى تصورها لا لازم نوصلها الرياضة الهوائية الهوائية يعني ان احنا لما بنزيد في الوسط انا مش اهتمامي خالص ان انا زود الدهون انا اهتمامي الاكتر ان انا زود الكتلة العضلية واخر عشر في المية اللي هو مجهود وطاقة الجسم عشان يهضم الاكل لما تيجي تاكل بروتين جسمك بياخد من طاقته تلاتين في المية عشان يهضم البروتين ده على العكس بقى النشويات بتتضم بسهولة قوي فجسم مش محتاج طاقة اه عشان كده اوكي بغض بالك فالتلات اجزاء دول التمثيل اللي هو بيخليك عايش الاجهزة تبقى عايشة ده سبعين في المية وعشرين في المية المجهود البدني وعشر في المية ان انا احرق عشان اهضم الاكل فالتلاتة دولت ازود بقى الحاجات اللي بتزودهم كتلة العضلية زي ما بيقول لحضرتك ماينفعش اي حد بيتكلم على وزن وعايز يشوف الرقم اللي على الميزان ده بيتغير الا لما يغير حاجة في الرياضة بتاعته فيه ناس كتيرة قوية بتبقى جاية بتقولي انا بقى لي مثلا بالخمس والعاشر السنين بعمل ضايت طب انت رعبت رياضة لا دي كارسي لان المعنى اللي انت بتعمل نزول في الوزن من غير رياضة اكيد مية في المية اللي قوت العضلية بتاعتك قلت على العكس بقى الناس القليلة اللي بتيجي تقولي انا ما بقى يعني بقعد في الجنبر لاربع ساعات وما مش لاي اي نتيجة دول بقى اللي محتاجين ريكوفري محتاجين راحة يعني زي ما احنا في الشغل كده بنقطع بيوم الجمعة راحة احنا لازم برضو في الرياضة لازم نريح شوية جسمنا لان او الرياضة اللي هي يعني ازيد من اللي احنا محتاجينه بتزود هرمونات زي الكورتزول فالكورتزول ده بيحوش مية ده هدم للعطلات بيزود جميع يعني الافريج مش الرياضين ما النجاح برياضيناك الافريج الناس الطبيعيين اتمرر من تلت لابع ايام في الاسبوع كل يوم ساعة ولا اتمرر انا تيمة ده كده كتير احنا ممكن اه ده كده كتير بجد ممكن خليها نص ساعة لمدة خمس ايام طب ثلت ايام وساعة تلت ايام وساعة هيبع عندنا دا اعتقد معظم الناس بيعملوه يعني دا عشان اه عشان تبقى حاجة رائدة تزير قوي في الجيم برضو سح مش نزم في جيم انا زي ما بقولك كده لو خصصتي نص ساعة انتي في البيت تمام واعدت ترقصي بس. ايه ده? عمل لبس. ده الرياضة حلوة خالص. جدا. اوكي. اوكي. اه ده بالنسبة لنا ده مجهود بدني ممتاز. بس زي ما بقولك. اه لازم يبقى فيه اه سرعة في نبضات القلب. احس اللي انا بنهج. ما قدرش اقول زي ما قلت. يعني موضوع زي الزنبا والحاجات دي فعلا بيؤتي ثماره بقى. انا فيه ناس بتاعتمد بشايفة ان الدي ايه شكل من الاشكال الدلعة في الرياضة. لكن لا او واضح من كلمك انه هو فعلا بيعمل شكل. ده فعليا وعلميا ده الصح. احنا لازم نختار حاجة اللي هي قدر استمر عليها. اسلوب اه اسلوب حياتك لازم يبقى زي ما بقول مارن واقعي النتائج بتاعته تبقى ملموس عشان تقدر انت تكمل فيه. لما تشوف فعلا ان جسمي اختلف او بين عليه ده يدي زي حافظة. يدي حافظة بالضبط. يعني احنا ثلاث ايام في الجيم ساعة. ممكن ثلاث ايام في الجيم بس الاحسن منها زي ما بقولي خمس ايام نصف ساعة. اوكي يعني اللي عنده كده ده option ده option بس كترة او الكترة من الممارسة الرياضة اصلا ده مش صح. سبعة ايام في الاسبوع لا. سبعة ايام في الاسبوع لا.